خلينا بقى نتكلم معاكم في موضوع مهم وهي الصفات السيئة اللي بتكون موجودة في الستات أو الرجالة يعني يا ترى ايه صفات اللي لا يمكن توافق عليها يا مهة ممكن تكون في الراجل أو في الست يعني مش عايزين نبقى يعني منحزين قوي لحاجة معينة بصي انا عمتر ما بحبش أسوة القلب بشكل عام يعني الشخصية اللي بتبقى قلبها كده قاسي وسهل تحرج اللي قدامها طيب بصي اقولك حاجة عشان موضوع يكون ألز قولي لي ايه الصفات اللي مش عجبكي في الراجل وايه الصفات اللي ما بتعجبكيش في الست الراجل طبعا ما ينفعش بقى بخيل بصي يعني اوكي الراجل البخيل ده بالنسبالي لعنة وكداب طبعا يعني كداب والبخيل ده ده ما يتبصروش أصلا لا أنا عندي عيب تاني بقى الراجل النكا دي اه طبعا عشان هما مطلعين علينا سمع ان احنا استاتهما النكا ديين عفكر الرجالة بجد نكا ديين خدي بالك ناس كتير منهم يعني خدي بالك البخيل والكداب دفنت اللي هيبقى نكا دي ما هو ده دفت حد بخيته نكا يعني الصفاتين دول أكيد نكا دي يعني أكيد هتنكد عليكي بشكل أو بآخر بس طبعا اه طبعا نكا دي فورشور يعني لو بخيل أو نكا دي نو بزرح ما فيش مش هنستقبل طبعا الستات بقى بصراحة ما بحبش الغيرة يعني الستة اللي هي طول الوقت حتى في نفسها يعني لو حت حبتك مثلا فيها طبعا نهي على طول عمالة تقارن بينك ومنها نفسانة يعني اه يعني حتة الغيرة دي بتفسد أي علاقة يعني احنا يعني يمكن ده اللي بيبوز الصدقات أو النهية يبقى عندها غيرانة يعني بس دي بتبقى بني قدمة مؤزية جدا وحتأزيكي في قرب وقت ممكن سرح فأنا يعني دي برضو من الحاجات اللي ما بحباش مع ان دايما يقولوا البنات بيغيروا من بعض بس أنا شايفة ان دي حاجة مش كويسة أنا عن نفسي شايفة ان الستات ما فيهمش عيوب ودرائي وانا حرة فيك يعني انا بقولك لو يعني ما فيه بنات طبعا متزنة يعني ايو يعني اه ده حقيق طيب احنا سألنا الناس نفس السؤال في الشارع وسألنا الستات والرجالة وقالنا لهم كمان مين نيكا دي اكتر فتعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل كلام والله برضو ما فيش صفة تكره في الست لان الست دي ام واخت وبنت فالست دي تاج فوق رؤوس الناس كلها زنانة وتكلم كتير احنا في عقلات مش متفتحة الجواز لأ بتبقى كيوت خالص ما فيش حاجة ممكن تكرها فيها بعد الجواز بتضربني الضرب مثلا الشك الكتير في حاجات كتير يعني من هذا القبيل اي حاجات كتير اكتر حاجة ضرب يعني انا بتضرب كتير بصراحة اللي هو النقد الخناء والعصبية وتزمت على الرأي يعني هي اكتر صفة تكرهية في الراجل الكد والخيانة والكد والخيانة وكمان التحوير وكمان ايه تاني والبخل اهم حاجة البخل عشانه ما هو بخل قوي ان اه مفيش حاجة بتملعينه بالاخر يعني الزنان ظنان جدا انه يبقى دخيل بمشاعره في كل حاجة فاهمان في البخل ده انه كذل نيكاديين وشكاكين مش عارفة بس هما كده يعني خيانة ان الراجل يبقى خيان يعني دي حاجة بحشة قوي ميلي نيكادي اكتر الراجل ولا البنت والله على حسب الموقف سياء البنات اكتر نيكادية شوية مفيش راجل نيكادي ومفيش بنت نيكادية بس بيبقى حسب ضغوط الحياة وحسب المود وحسب الشغل والمصرفات والمتطلبات من الاتنين ممكن يبقى الراجل شوية يعني قبل الجواز بيبقى الراجل بعد الجواز خلاص وادخل في المصيادة فبيبقى هو اللي مجني عليه اكيد الراجل يعني اكيد الراجل طبعا الراجل الاتنين مفيش نتامل مع باشا راسلا والله اليومين دولا اقدروا لي الستة اكتر اكيد الراجل طبعا رجالة